موسيقى 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 المترجم الى الحويج تكرمون الفعاليات التي تنشط داخل مقاطعة عين الشوك بالداربيد نحن قررنا باش نديروا تكريم لهذه الفعاليات عين الشوك لأنهم تخدموا عين الشوك وعطاوه بزافت الحويج لهذه الفئة ديال الشباب وديال يعني الفئة الدوي الاحتياجات الخاصة ونحن بحل بغينا نكرمون باش نكون يدوا ان شاء الله ونكونوا مضامنين باش نخدموا كلنا خصوصا الأشخاص ديال العمالة تعين الشوك على العمور ونكونوا مضامنين مع هاد الناس لأن كل واحدة شو تيخدم شي تيخدم للحياة الاجتماعية شي تيخدم للدوي الاحتياجات الخاصة شي تيخدم للصحة كل واحدة الرياضة بالخصوص الرياضة ونحن كدوي الاحتياجات خاصة دخلت انا يا الطفل في الرياضات ديال الكورة ومن الناس اللي غد ينحتاجوا هاد الناس لأنهم كنينو أساء كانوا ديال فراق كنينو أساء ديال ملاعيب كنينو بغينا هم يساعدونا حتى في الرياضات ان شاء الله كيرا انت واحد من المكرمين من طرف جمعية صفوة النور لدوي الاحتياجات الخاصة عشن الكلمة ديالك حول هذه المبادرة بالنسبة للمبادرة ديال اليوم فهو حفل جيل تكريم ما غير يكونش غير ديال شافيق بن كيران بوحده لحفل جيل تكريم غير يكون العدد من الفعاليات اللي كانت من المنطقة ديال عنشق فعاليات تقافية وفعالات رياضية وكما تلك هو حد في امن المجتمع المدني احتهي اللي غير يتم تكريم ديالهم هذا النشاط جاء في اطار شراكة ما بين جمعية صفوة النور لدوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسة المنبع للتضامن فهذا البدير اخذيناها احنا يا هاد السنة هذي اللي ان شاء الله بغينا تكون واحد القاعدة اللي تكرر ان شاء الله في السنوات المقبلة لانه عين الشق قد تزخر بأطور قد تخسر به كفاءات اللي يعطوا الكثير لهذا المنطقة ديال عين الشق اللي اليوم كنشوفوها في هاد الحلة اللي فيها اليوم وكان من لازم انه تكون واحد التفات الهاد الشريحة من المجتمع اللي احنا بالنسبة لنا اساسي ده لانه ما من رقب مننا خلاوا واحد تاريخ خلاوا واحد البصمات في المنطقة ديال عين الشق احنا اليوم كنمشيوا على الخطوات ديالهم فكان لازم اننا ندير واحد التفات الوراء ونشوفوش كل ابكان مورانا وعلا نحتوى نجيبوه لجلبنا يبقاش مورانا يجيل جلبنا ويوقف من جانبنا لانه مصار مازال طويل وتحنا نعود نهيئو العودين للشباب اللي ان شاء الله تهو غادي ياخد المشعل في المستقبل ان شاء الله تكريم ديالكم في هذه المناسبة يعني اعسيرها في ضمنه من طرف المشمع المدني بانكم يعني كان لحضور ذيكم موازن وقوي في الموقع تارس الصراحة بالنسبة لي انا هم اقترحوا ورغم انه حقا عنا قلت لهم ودي ما كيلا سخليهم احنا يا ذاكو ولكن هما لحوا انه يكونوا حد تكريم الله يجزيهم بخير وكان شكرهم كما كتعرفه جباية الصفوة لدول احتياجات الخاصة بشاركة مع مؤسسة المنبع للتضعمون اجتماعي اقاموا الحفل التكريمي اللي بجموعة من الفعالية دي المقاطعة عين الشوق وعلى رأسهم السيد رئيس مقاطعة السيد محمد الشافيق بن كيران احسفاءا بعيد شباب المجيد هذه مبادرة طيبة اللي كتجعل التكريم كتجعل من المكرم انه يضاعف الجهود دياله في الميدان دياله سواء كان حسفاءا برياضي طبيعة الحال غادي يزيد في المجال دياله وبلاسبة احنا كسياسيين اننا نزيد ونقدموا خدمات للساكينة من الاشياء القلية اللي تنشوفوا ان المجمع المدني يكرم منتخبين يعني كيف تشوفت الامر هاة فاة فعل القليل بك العلاقة بل الطرفين احيان ستكون متوتان الاحكس هو المثهور الكحس هو الصحيح ان الجمعيات مع المنتخبين السياسيين have their relations with a war г loops a gol whom debout وم眼周轉وى احنا الطريقة لان الجميع سب في 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 عجل واحد وهو خدمة ديال الساكينة فاللان كانوا منتخبين لماذا احناك سياسع في عام عام ًفا احضات وفا化ف Learning في مستوى تطلعات المواطنين. إضافة إلى فعالية المجتمع المدني كونتهم في مستوى. طبيعة الحال هذا ما غير يمكن إلا يبشر الخير للمنطقة. وكانت هذه مشي غير تجربة الأولى للتكريم. كان عندي واحدة في 2018. 6 سبتمبر 2018. كان التكريم ديالي. وذلك الساعة كنت أنا مدير ديال المقاطعة. وكانت تكريم ديالي من مجموعة ديال ديال الجمعيات اللي وما كانوا مشكورين على ذلك الحدث. كما كانت تعرفوا كني مجموعة ديال المكرمين. اللي صراحة هما فعاليات الصحيق والتكريم. وفي مقدم مونتهم السيد رئيس مقاطعة عثين الشوق. السيد ورئيس مقاطعة عثين الشوق. اللي اه اه اجتمعات تجربة ديال موط ضف. 2019-2015. وكانوا مجموعة ديال مجموعة ديال مشاريع. هاد المركب المركب التقافي خير دالي لذلك. والان انا معك السياسي كمنتخب عن حزب تقدم الشراقية الشراكية في فريق ديال التجمع الوطني الاحرار. وكان هناك اوراش مفتوحات متعلقة بالبنيات التحتية. ثم هناك مشاريع اه تنتظره الوجود. اه اه الشكر كذلك المجموعة ديال المتدخلين جماعة الداربيضة. جهات الداربيضة. مجلس عمالة الداربيضة. وسلطات المحلية وعلى رأسهم السيد العامل والوالي السيد الوالي الذي لم يتدخر جهدا في الدفع بمنطقتين الشق الامام وتسريع عجلة اشتركوا في القناة